مرحبا، أنا عمر الملة من غرفة أخبار إيتجلوب فارنا بلغاريا تخيل قدمك لتفاحة شهية مظهر ولكن حينما تنظر إليها لمرة ثانية تجد أن قلب التفاحة تحول للون البني فعملية أسوداد الثمار الأنزيمية هي عملية طبيعية تماما تحدث هذه العملية عند تفاعل المركبات الفينولية للثمرة مع الأكسجين الموجود في الهواء فتحدث عملية الأكسادة عن طريق أنزيم يسمى مركب الأكسديز وهو الذي يعمل على أكسادة الفينولات الناجمة من تشكيل الميلمين وجد علماء من شركة التكنولوجيا الحيوية أوكناغين المتخصصة في الفواكه طريقة لإخماد الأنزيم المسؤول عن الإسمرار بوقفه جينيا فهذا لا يقضي تماما على تركيز مركب الأكسديز في ثمار التفاح بل يحد أقل من 10% منه مما يكفي لقمع التفاعل الذي ينتج عنه الإسمرار قام العلماء بتسمية هذا المنتج الجديد من التفاح الذي لا يتأكسد باسم أركتيك ومع ذلك فهو ليس صنفا جديدا تماما من الفاكهة بل هي تقنية أضيفة لأصناف التفاح وبعد الحصول على الضوء الأخضر من وزارة الزراعة بالولايات المتحدة قامت شركة أوركناغين المتخصصة في الفاكهة بزراعة أول البساتين لتفاح أركتيك التجاري وذلك في العام الماضي ويتوقع الفريق الآن الحصول على كميات صغيرة للتجربة التسويقية لتكون متاحة من ضمن حصاد عام 2016 ويتبعها لإطلاق التجاري بعام 2017 شكرا للمتابعة للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا إلى اللقاء